هناك أخباري أن البنوك هتبدأ تنشر مكان ATM لزو الهيمم بس الـ features بتاعته بقى اللي صبعاتي مش معروفة قوي يعني هل هيراعي انهي زو الهيمم بالضبط مثلا الـ sum او البوكم ولا اللي هم المقاضيين او هكذا لسه الخبر مش معروف قوي لسه الموضوع برضو منتشر هو في مكان زو الهيمم موجود اصلي قريبا بس هم مقتصر بس على زو الهيمم اللي هم المقاضيين على الكراسي بيبقى تقريبا بيقاط شوية بالضبط المقاضيين على الكراسي وكمان الناس المكفوفة يعني الناس اللي عندها بزو الـ ده موجود قريبا بس الجديد بقى ما نعرفش هيكون عبارة عن ايه لسه اماما لسه ما اعلنوش على الـ features بتاعتهم قوي يعني ولكن يعني اعلنوا ان الخلاص الـ ATM دي هتكون موجودة يعني almost في معظم البنوك او ده خبر كويس بولا عشان حتى اصلا عندنا في مصر لسه ساقفة الـ ATM مش ممتشر قوي يعني انت ما بتروح حتى ما بتروح تقف قدام ATM هتلاقي واحدة مثلا كده ست جميل زي ممتك بس على قدها شوية فمع الالكترونيات او البتاع بتقول لكم لابني يصرف لي كذا فانت بتاخدوا توس فانت يعني برضو الحتة الالكترونية شوية عندنا مش قوي فدي خطوة كويسة لأن الناس دي برضو بتسهل عليهم او بتسهل عليهم جدا في ظل هما برضو يعني زي همام في اكيد انا برضو كنت شفت يعني برضو ان هما كانوا اعلنوا على ATM هتكون موجودة على الطريق مش عارفة شفتها والبقى يعني انت لو ساقب عربيتك ممكن وانت قاعد في العربية انت هتحط الكورد وتسحب من غير اي احرصة هيا فين بالظبط يعني كنت شفت حاجة زي كده ان هما هتكون موجودة فحسا ايه رايك في حاجة غريبة بتحصل في اللايف بتاع الانستجرام هو في حد بيقولك الضحكة ايبان حد بيعك اسم الان لا ده خلاص بس حد بيعكس كامير حسا انت اي رايك لو عمل حاجة زي كده لا اكيد هتبقى حاجة كويسة جدا لو على طريق سفر مثلا او كده يعني هتكون محتاج اكيد حاجة زي كده 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 اي انا انا مع اي حاجة بتزلل العقبات قدام المواطن وبالذات المواطنين من النواية دي اوكي لان كده كده هي بيوجه صعوبات في الحياة بيوجه صعوبات ان هما ينزلوا ويروحوا وييجوا لان احنا برضو مصر مش دولة متطورة قوي يعني بس بتحاول يعني الفترة الاخيرة بينا بنحاول نحنا نعمل الحاجات كتير بالماشينز زي مثلا التصريح بتاع دلوقتي اللي هو الدفن وشهد الوفاة والموليد والحاجات دي دلوقتي بيت خلاص هتتم وانت قاعد في البيت او انت مثلا من خلال ان انت تزول المكتب من غير ما توقف لائن كبير يعني يفاهم كليك واحدة خلاص الموضوع خلاص وكمان هتبقى فيها بار كود برضو فدي حاجة كويسة او ان انت احنا عايزين دلوقتي نعرف حاجة مهمة دلوقتي الشخص اللي كان بيعاكس منار دي انا عايزيز تعرفه فعايزين نعرف مين الشخص ده اه اوكي ده يا جماعة ده حوار هنشوف بعد الحلقة